خسارة النادي الاهلي بطل أفريقيا من بايرنميونيخ بطل العالم 300at سمعنا طبعاً توقعات المحللين والجماهير وقالواً إن النادي هيشيل نتيجة لقائلة قوي من بايرنميونيخ اللي بيشاير كل فيرق أوروبا نتائج تقيلة لكن شُفنا المباراة وشُفنا إن الأليідر يطلع بهزيمة 200at ومع كده كمان كل جماهير النادي الأهلي زعلانا زعلانا إن ان خسرت من بايرنميونيخ زعلانا إن ان خسرت من بطل العالم ورايح تلعب على مركز ثالث ورابع في كاس العالم للأندية ضد بالمراس بطل برازيل وبطل أمريكا الجنوبية وده بقى يعرفك حجم النادي اللي انت بتشجعه نادي بيخليك طول وقت طموحك يعلى يعلى قوي قوي بيخلي طموحك يوصل ان انت عايز تكسب بايرنميونيخ وتلعب نهائي كاس العالم وليه لا كمان ما نكسب كاس العالم كاس العالم اللي كل أندية مصر ما بتشوفوش أصلا لكن النادي الأهلي في سادس مشاركة ليه في كاس العالم وكان عندنا طموحكم ان نكسب بايرنميونيخ مع ان في الواقع الفرقات كبيرة جدا جدا بين أي فريق في أفريقيا وبين أي فريق قوي بطل في أوروبا الفرق بينه وبينهم في كل حاجة فرق في القوة والسرعة واللياقة والجماعية والانتشار في الملعب وفوق كل ده كمان الفرق في عقلية اللاعب الفرق بينه وبينهم مش فرق عادي كمان لا فرق شاسع جدا بجد الكرة المصرية والكرة الأفريقية عموما محتاجين نطور من نفسنا جامد محتاجين نقرب الفرقات مع الناس دي طيب قبل ما ندخل نتكلم في المباراة حابب أشكر الأول تيم النادي الأهلي على المباراة الرجولية اللي أدوها النهاردة بعيد بقى عن أي فنيات لكن الحداشر لاعب اللي كانوا موجودين في أرض الملعب النهاردة مفيش حد بخل بنقطة عرق واحدة كلهم كانوا رجالة فعلا في أرض الملعب يستهلوا التحية مننا كمان قبل ما نبدأ في الكلام عن المباراة حابب أبدأ بلقطات عظيمة جدا من ملعب المباراة النهاردة لقطات كده تخليك تفرح وتخليك تعرف حجم النادي الأهلي نبص على أول لقطة ونشوف توماس مولر وهو ماسك تشيرت الكهرباء وبيتصور به وبينزل الصورة كمان على حسابه الشخصي توماس مولر ده واحد من نجوم العالم مع أن الطبيعي العكس أن كل لعبت النادي الأهلي هي اللي تكون عايزة تشيرتات باير نيميونيخ كمان شوفنا ألفونسو ديفيز وهو رايح ياخد تشيرت محمد هاني والصورة بتوضح مين اللي رايح لمين وكمان شوفنا محمد الشيناوي أفضل حارس في قرية أفريقيا وهو بيتصور مع مانويل نوير أفضل حارس في العالم وفوق ده كله بقى شوفنا كمان النجم محمد ابوتريكا وهو قاعد في وسط جماهير الثالثة في وسط جماهير النادي الأهلي بيشجع لعبت النادي الأهلي وشوفنا كمان بعد المباراة ولعبت النادي الأهلي متوجهاله عشان تسلم عليه نخش بقى مع بعض كده في المباراة بدأ النادي الأهلي النهاردة بتشكيلة 4-2-3-1 في مفاجأة كبيرة من موسماني كل الناس كانت متوقعا النادي الأهلي لازم هيلعب متحفز دفاعي شوية هيلعب بتلاتة دفندرات في نص الملعب أو هيلعب بخماسي مثلا قلوب دفاع زي ما قلنا في حلقة التوقع قبل المباراة لكن النهاردة موسماني بيه فاجأ الكل بيلعب بمحمد شناوي في حراس المرمى باك يمين محمد هاني باك شمال علي معلول اتنين قلب دفاع بدر بنون وأيمن أشرف رباعي دفاعي بس وبيلعب باتنين بس في نص الملعب حمدي فاتحي وعمل السلية نفسي أفهم ليه ما بدأتش بقى اليو ديانج اليو ديانج في المباراة دي كان لازم يكون أساسي أيا كان بقى هتلعب باتنين في نص الملعب لازم يكون واحد منه هتلعب بتلاتة في نص الملعب لازم برضو يكون اليو ديانج أساسي النهاردة ودي في رأيي كانت أكبر غلطة موسيماني عملها النهاردة مع أنه أصلا غير متفق معاه في الخطة اللي بدأ بيها ولعب تلاتة تحت المهاجم أفشى صانع لعبه على يمينه حسين الشحات وعلى شماله طاهر ومهاجم وحيد كهربا الفكرة أنه كل الناس لما شافت التشكيل ده قالت ده موسيمان الجنن ده نازل يهاجم البايرن وبيلعب بالتشكيل العادي بتاعه يا عم أنت بتلعب مع وادي دجلة ولا أسوان في الدوري ولا إيه لكن مع بداية المباراة اكتشفنا أن فيه تعليمات قوية جدا لكل اللعيبة أن العشرة لعيبة يبقوا تحت الكرة والنادي الأهل يبدأ يدافع من نص ملعبه بس وما كناش تقريبا بنعدي نص ملعب غير لما الكرة بتوصل محمد الشناوي وبنبدأ بها وبنحاول أن نحنا نبدأ نروح على بايرن اختلافي مع موسيماني بقى هنا طالما أنت ناوي الدافع بالعشرة لعيبة خلاص يبقى لعب بتشكيلي يساعدك على الدفاع ده لعب بسلسي في نص ملعب ونازل أليو ديان تالت نص ملعب لكن أنت لعبت في نص ملعب بمجدي أفشا اللي هو لاعب ما بيعرفش يدافع قوي وكانت التعليمات الموجهة ليه أنه هو 90% أنت بتلعب دفاع طب ما نازل بقى لعيب أفضل منه حافظ الواجبات الدفاعية بشكل أكبر فدي كانت غلطة كبيرة موسيماني في وجهة نظري في بداية المباراة والبايرن بدأ قدامنا بربعة اثنين ثلاثة واحد برضو في حراس المارمانوير باكيمين بافرد باكشي مال ديفيز واثنين قلب دفاع اللابا وبواتينج واثنين في نص ملعب روكا وكيميتش قدامهم ثلاثة مولر وجانابري وكومان ومهاجم وحيد ليفاندوفيسكي بايرن ميونيخ بدأ بالتشكيل الأساسي بالقوة الدربة بتاعته وبيبتدي الشرط الأول والنادي الأهلي بيقابل من نص ملعبه بس ما بيحاولش ان هو يمسك الكرة خالص بنلعب من نص ملعبنا بس ما بنعديش خط نص ملعب كده في تعليمات واضحة من بيتسو موسيماني ما عنديش مشكلة ان النادي الأهلي يبدأ كده في اول عشر دقائق ربع ساعة في اول عشرين دقيقة عشان مسلا ما نستقبلش جول لكن معلش انت بتلعب الفريق كله تحت نص ملعب والكرة مع بايرن عشان تحاول تدايق المساحات عليهم وتحاول ان انت تصعب عليهم ان هو يسجل هدف بيك لكن عايز افهم ان النادي الأهلي لما كان بياخذ الكرة وحالة خوف كبيرة جدا كانت عند كل اللاعب النادي الأهلي وعدم ثقة في النفس كده ان انت الكرة بتبقى فرج ليك بتحس ان انت لعبت النادي الأهلي بتديها لبايرن تعالوا ويجموا علينا وشفنا ده في اكتر من الكرة الكرة كده بتبقى ضربت مرمى لمحمد الشناوي بيشوت الكرة لفريق بايرن ميونيخ عشان يجوا يعملوا هجم علينا واي كرة رامية التماثل للنادي الأهلي تعرف ان الكرة على طول مع بايرن ميونيخ. حرفيا النادي الاهلي في اول نص الساعة من المباراة ما كانش قادر يعمل بسطين ثلاثة واربعات. وفي ديئة تمانية كده كايتاول هجمات بايرن ميونيخ بعد عرضية كده بيلعبها جنابري بدماغه لكن فوق العرضة. وفي ديئة اتناشر فاول خطر بيخرج الشناوي غلط كده لكن بيصحح من وراه على طول ايمن اشرف. وفي ديئة 14 كده محمود كهربة من قبل النص الملعب عايز يلعب الكرة بشماله في الجول على طول لانه شايف نوير متقدم جدا عن مرمات كالعادة لكن الكرة طبعا من قبل النص الملعب تروح بطيئة جدا جدا يمسكها نوير بمنتهى السهولة ودي تقريبا كايت الهجمة الوحيدة للنادي الاهلي في الشوت الاول. وبعد كده دربة روك نيجا لبايرن ورقصية وش الناوي يمسك. وبعدها على طول في ديئة 17 للهدف الاول لبايرن ميونيخ عن طريق ليفاندوفيسكي. جول جميل جدا طبعا بدأ من ناحية اليمين وبتترفع الكرة وبعد كده ناحية الشمال الجول فاضي لكن بتتلعب ليفا اللي واخد مكان ممتاز جدا في 18 النادي الاهلي زيادة عددية رهيبة من بايرن ميونيخ في 18 النادي الاهلي اللي هو انت بتلعب اصلا دفاع الكل في الكل وكل اللاعب النادي الاهلي تحت الكرة وبرده في زيادة عددية من نادي بايرن ميونيخ عليه. تحرك طبعا من لعبتهم ممتاز وتمركز هايل جدا وانتشار رهيب في ارض الملعب. وفي ديئة 21 اول تقدم لمحمد هاني وعرضية كده بيلعبها طهر بدناغو لكن ضعيفة جدا. وبعدها كده شوطين من بايرن ميونيخ واحدة برا واحدة في ايد محمد الشناوي. وبعدها للاسف اسوأ لقطة في اللقاء. اصابة علي معلول وخروجه ونزول مكانه ياسر ابراهيم قلب دفاع ويتحول ايمن اشرف من مساك لباك شمال. سلامات لعلي معلول ان شاء الله نتطمن عليه قبل المباراة جاية. وفي ديئة 29 شوطة من جنابري مباراة 18 والشناوي خرج. وفي ديئة 36 وانتو ممتاز والكورة مفران عن ديليفا لكن بيخرج على طول عليه محمد شناوي بيقفل عليه كل زوايا التسديد وبيحط الكورة فوق العرضة ممتاز جدا محمد شناوي في الكورة دي. ادر ان هو يقفل عليه بشكل كويس جدا. الكورة لو اتعدت اربع خمس مرات لليفاندوفيسكي في المكان ده هيسجل هدف مية في المية. وفي ديئة 40 بعد مجموعة بسات كده شوطة من ديفيز لكن برق جول. وبعدها بينتهي الشوط الاول بتقدم بايرن ميونيخ واحد صفر على النادي الاهلي. نتيجة كويسة جدا بالنسبة للنادي الاهلي طبعا. لكن اداء سلبي جدا هجوميا واداء رجولي جدا دفاعية. وبيبدأ الشوط التاني مفيش اي تغيرات من النادي الاهلي بس النادي الاهلي بدأ الشوط التاني بيحاول يشوط لكن الكرة بتخبط. وفي ديئة 56 روكنية بتترفعه ومولر بيلعب كرة بتناغه لكن في ايد الشناوي. وبعدها للأسف النادي الاهلي قوي فعا رجليه وبدأ يعمل كام باصة لكن في برضو ميز باص رهيب من لعب النادي الاهلي وفخدان كرة بشكل مبالغ فيه فكرة سهلة جدا. يعني انا معاك ان الكرة ممكن تقطع منك لو في ضغط رهيب من بايرن ميونيخ عليك. لكن في كرات كم بتبقى الكرة سهلة جدا. انت الواحدة خالص مش قادر توقف الكرة وبتخرج قاود. انت الواحدة خالص وبتلعب الكرة طويلة فبتخسر الكرة بمنتهى السهولة لبايرن ميونيخ عشان يجي يهجم عليك ويزيد الضغط والعبقة على دفاعك. وفي ديئة 70 تلات تغييرات كده من النادي الاهلي من موسماني اخيرا. بينزل صلاح محسي مكان الشحات وبينزل بواليا مكان كهربة وبينزل اليو ديانج مكان مجدي افشا. وبعدها في ديئة 70 رافعة كده ورقصية لكن في ايد محمد شناوي وهجمات البايرن قلت جدا بشكل ملحوظ في الشوط التاني لان النادي الاهلي بدأ يدوس على الكرة شوية. لكن للأسف بندوس على الكرة لكن برضو مش قادرين نشكل اي خطورة على مرمى بايرن ميونيخ ومش قادرين ان احنا كده ناخد الجرأة ونبدأ نحاول نهاجمه. طيب يا عم مش قادر تهاجن. طب شوطة مبارة 18. يعني اللاعبة لما كانت بتقرب كده وبيحاول ان هو يكسر حاول تشوط واحدة مبارة 18 واحدة حتى تدي الثقة اللاعبتك. بلاش? لما بتروح على الجنب مسلا حاول تعمل عرضية تخبط الكرة في لعيب بايرن تاخد دربة روكنية. الكرات السابتة كانت مهمة جدا ما قدرناش ناخد ولا دربة روكنية واحدة ولا فاور خطير من على حدود التمنتاشر. وفي اخر المباراة بدأ بايرن ميونيخ يحس ان النادي الاهلي ما بيه هاجمش خالص. فبدأ ان هو يهدي اللاعب كده ويلعب بقى قل مجهود. وينقلوا بصات كتير في دفاعهم. لكن برضو النادي الاهلي ما كانش بيدغط. وده اللي كان مستفزني جدا في نهاية المباراة. يعني انت خلاص اديها دلوقتي تمانين وواحد صفر بس لبايرن وماتش فاضل في عشر دايق. غامر بقى في اخر عشر دايق دول وابدأ ان انت اضغط على دفاع بايرن ميونيخ. وحاول ان انت تسجل جول. لكن ده ما حصلتش بس انا بصراحة عازر مسماني واللعيبة جدا. انت بتلعب قدام بايرن ميونيخ بطل لعالم وفوارق كبيرة جدا بيننا وبينهم. والله اعلم لو كنا فتحنا وحاولنا نهاجم زي ما انا كنت عايز. كانت النتيجة ممكن تطلع كان. وفي ديئة 83 كده بينزل شريف مكان طاهر. وبعدها على طول في ديئة 86 الهدف التاني لبايرن ميونيخ من كرة ميتة اتلعبت ورا ياسر ابراهيم بياخدها ثاني. وبيرفع كرة ممتازة الليفا اللي كان سرق المساحة كده واقف لوحده خالص في 18 النادي الاهلي. في خطأ كبير جدا من بدر بنون ان سايب ليفا لوحده في 18 النادي الاهلي بيطلع ويحط الكرة بمنتهى الاريحية والهدف التاني لبايرن ميونيخ. وفي ديئة 87 قبل نهاية المباراة كده محمد شريف بيشوت واحدة بشماله مباراة 18 في النص في ايد نوير. وينتهى اللقاء بفوس بايرن ميونيخ على النادي الاهلي اتنين صفر. وشكرا لكل رجال النادي الاهلي وشكرا لموسيماني شرفتونا. نخش بقى على تقييم لعب النادي الاهلي الاول قبل السلبيات والايجابيات المهمين جدا. هنبدأ طبعا بمحمد شناوي في حراسة المرمى. محمد شناوي نهاردة سبعة من عشرة استقبل هدفين بس من بايرن ميونيخ. وصد كور كتيرة جدا. كانت ممكن ان هي تكون اهداف. علي معلول النهاردة لا تقييم ملحقش ان هو يلعب وتصاب ان شاء الله نتطمن عليه قبل المباراة المهمة جدا الجاية اللي هتحدد التالت والرابع. محمد هاني النهاردة نجمي من نجوم المباراة. تسعة من عشرة عمل مباراة كبيرة جدا محمد هاني. اكتر واحد كنت خايف منه قبل المباراة واكتر واحد جماهي للنادي الاهلي عموما. مش انا بس كانوا خايفين منه بيقولوا ان لعيبة قيلة جدا هتلعب عليه. وان محمد هاني هيكون نقطة ضعف للنادي الاهلي نهاردة. لكن عكس المتوقع محمد هاني بيكون نجم المباراة النهاردة. تسعة من عشرة النهاردة محمد هاني. والاتنين السرد بكات اللي عندها النهاردة. ايمن اشرف واحد من نجوم المباراة. لعب في مكانين كمان. ونهاردة لعب مساك لحد معالي معلول خرج وبعد كده لعب باك شمال. ايمن اشرف النهاردة تمانية من عشرة. مثال للعيب الراجل. لما تيجي تقول اللعيب كده. عايزك تبقى لعب راجل تقوله عايزك تبقى زي ايمن اشرف. بدر بنون النهاردة ستة من عشرة. كان ممتاز جدا بدر بنون طول المباراة. لكن غلط غلطة كبيرة جدا في الجول التاني. حمدي فاتح النهاردة كالعادة راجل جدا. حمدي فاتح سبعة من عشرة. وجنبي عمر السلية نهاردة ستة من عشرة. دفاع النادي الاهلي عموما النهاردة كانوا متقلقين. لكن لما تيجي بص بقى على الشبط الهجومي. التلتة اللي تحت المهاجم كده والمهاجم النهاردة. ممكن نقول كلهم كده خمسات لانهما كانوا بيلعابوا برجولة. لكن مشوفناش النهاردة هجوم النادي الاهلي قادر يشكل خطورة خالص على مرمى بايرنم يونيخ. لما تيجي بص بقى للبودرة النهاردة ياسر ابراهيم نزل في الشوت الاول. وعلى عكس المتوقع بالنسبالي دايما بشوف ان ياسر ابراهيم عنده مشاكل كتيرة جدا في الدفاع. محتاج انه اي طورة. لكن ياسر ابراهيم نهاردة بيعمل مباراة كويسة جدا قدام بايرنم يونيخ. سبعة من عشر النهاردة ياسر ابراهيم. وباقي التغييرات كلها النهاردة بقى جات في وقت متأخر لا تقييم صلاح محسن وبواليا وقاليود يانج ومحمد شريف لا تقييم كلهم نزلوا في اخر المباراة. سلبيات المباراة بقى. اول حاجة في سلبيات المباراة. اول هزيمة لبيتسو موسيماني من ساعة مجيه النادي الاهلي. موسيماني من انه يفوس ستة مباريات وتعادل ثلث مباريات ومفيش ولا ا PacificWoordre. من وقاء على م pellاز اتعادل في مباراة اكذا لا ما في Lex Moines صندوق وقال على Uhlade ilimorp uldim 2019. Uhm, لعب في افريقيا السنان اللي فاتت مباراة مباراة experlane الابقاء اتنين است قدام الوداء.oko سيكسب ولعب النهايي قدام الزمالك. وقدر الى برض يكسب. ولعب كمان في دوري السنة اللي فاتت اربع مباراة ان كاسي مباريات اكذا الا Einsatz ان يقصر ثاني الدوري ويلعب في افريقيا السنة دي ولعب ثلاث مطشات في الكاس السنة اللي فاتت وقدر ان هو يفوز ببطولة الكاس ولعب كمان مطشين في كاس العالم وقدر ان هو يفوز واحد ويخسر اول هزيمة له في 23 مباراة مع النادي الاهلي من مين بقى؟ من باير نميونيخ بطل العالم يعني من الاخر عشان تغلبه الراجل ده هتوله بطل العالم عشان يغلبه فاكيد طبعا لازم نقول شابو لموسيماني مهما ان كان اختلافاتي معاه واختلافاتك معاه كله طبعا شايف ان هو عنده مثلا مشاكل وشايف ان انت عندك تعديلات على فكره لكن الراجل قادر ان هو يمشي كويس جدا مع النادي الاهلي ويعمل نتائج هيلة اما تاني حاجة في السلبيات بقى الخوف المبالغ فيه من لعب النادي الاهلي انا عارف انك بتلاعب بطل العالم عارف ان الفوارق كبيرة جدا بينك وبينهم لكن الخوف المبالغ فيه ده انا كنت ممكن اقبله مثلا اول عشر دايق في الماتش اول ربع ساعة في الماتش لكن بعد كده تبدأ تاخد السيقة خلاص وتبدأ ان انت تدوس على كورتك وتبدأ تلعب كورتك العداية انا عارف ان الفوارق دي تبان بشكل كبير جدا لما تكون الكورة في رجل اللاعب بايرناميونيخ الفوارق طبعا تبان بيشوتوا منبرة مثلا نشوطات قوية جدا قادرين ان هما يلاقوا بعض والانتشار والبصات السريعة وقدرين ان هما يرقصوا ويخترقوك لكن لما تكون الكورة بقى في رجل اللاعب النادي الاهلي قوة بايرناميونيخ ايه؟ ان هو بيضغب بشكل كبير جدا ان هو ليقطو عالية جدا ما عنديش اي مشكلة يا ما لعبنا فرق بتضغط علينا بقوة فين بقى شخصية النادي الاهلي انها نقدر انقل كورة اللاعب بس ببصي صح التسليم والاستلام بس اللي هي من اهم اصلا مميزات النادي الاهلي ده كنا نقدر نعمله بسهولة جدا حتى لو بنلاعب بايرناميونيخ ما شفتوش النهاردة خصوصا في الشروط الاول النادي الاهلي لعبته كانت خايفة جدا ودي للأسف مشكلة نفسية عند لعب النادي الاهلي اكتر لان هما شايفين طبعا ان انا باللاعب اقوى فريق في العالم ثالث حاجة في السلبيات الصفرية الهجومية النهاردة في فرق كبير جدا بانك تكون سلبي هجوميا او انك تكون ضعيف هجوميا او ان انت تكون زي النادي الاهلي نهاردة كده صفري هجوميا احنا ما عملناش اي خطورة على مرمى بايرناميونيخ النهاردة ما عنديش اي مشكلة ان انت تقفل اغلب المباراة لانك طبعا لو فتحت ممكن تشيل اسكورات عالية جدا وشوفنا فرق كتير جدا اتعامل فيها ايه من بايرناميونيخ لما حاولت ان هي اتهاجمه ما عنديش اي مشكلة في ده لكن انت قدرت توصل لحد ديئة مثلا تمانين وخمسة وثمانين كمان وانت مغلوب واحد صفر بس غامر بقى يا اخي في اخر 10 دقائق في المباراة خلاص مش فرق اهجم بقى بكل خطوطك وحاول ان انت تهاجم هيحصل اي يعني هيجي فيك جولين اقصى حاجة مفيش مشكلة طب ما انت استقبلت جول وانت برضو بتدافع واخسرنا 2-0 كان هيحصل ايه بقى لو احنا غامرنا في اخر المباراة وحاولنا ان نقلن هاجم اخر 10 دقائق كده يمكن لعله وعسى انك كنت تخطف جول وتدخل مع بايرناميونيخ ضربات جزاء تخيل لو حصل واللي بقوله ده طبعا من وجهة نظري يعني ده افتراض وعارف انه تطبيقه على ارض الملعب كان صعب جدا ورابع حاجة في السلبيات مباراة صعبة جدا زي دي ومش قادر ان انت تهاجم مارما بايرناميونيخ خالص يا جدا حاول تاخد كورنر حاول تاخد فاول من على حدود التمنتاشر لكن تخرج من المباراة 90 دقيقة صفر كورنر رقم سلبي بالنسبة للنادي الاهلي اما الايجابيات بقى اول حاجة في الايجابيات النهاردة طبعا محمد شناوي وقال بين دفاع النادي الاهلي ايمن اشرف وبدر بنون الله اكبر عليهم وكمان ياسر ابراهيم لما خد شوية في المباراة نزل وقد اداء عالي جدا دفاع النادي الاهلي وحراسة المرمى ممتازين جدا يطمنوك فعلا على النادي الاهلي ثاني حاجة النهاردة في الايجابيات محمد هاني بعد النقد الرهيب اللي كان بيتعرض له من كل جماهير النادي الاهلي وكانوا شايفين ان هو مستوى قليل جدا في الفترة اللي فاتت النهاردة بيعمل مباراة كبيرة جدا قدام مين قدام بايرن ميونيخ وبياخد ثقة تاني كده في نفسه وبياخد دعم كبير جدا من جماهير النادي الاهلي مستنيين منك كتير جدا يابني الفترة الجاية وخصوصا المباراة الجاية قدام بالمراس بطل ببرازيل مباراة مهمة جدا لتحديد التالت والرابع ان شاء الله مستنيين برونزية العالم من الجيل ده وكنت واعد في الفيديو اللي فات ان اللي هيقول توقع نتيجة المباراة صح هذكر التعليق بتاعه لكن للأسف كل التوقعات اللي جات فوق الـ 150 توقع لكن التوقعات كلها كانت خاطئة أغلب الناس كانت متوقعة فوز النادي الاهلي 1-0 أو 2-1 واللي كان متوقع هزمت النادي الاهلي كان متوقع هزمت النادي الاهلي 3-1 أو 2-1 يعني النادي الاهلي برده هيسجل يأما بقى كانوا متوقعين ان بايرنم يونيخ هيكسب بس كبير. وبس كده خلصت كل اللي عايز اقوله عن مبارات النهاردة. مستني بقى اشوف رأيكم تحت في الكومنتات مين كان افضل لاعب في لعب النادي الاهل النهاردة ومين كان اسوأ لاعب. وايه رأيك في اللي مسماني عامله النهاردة? وهل كان فيه افضل من كده? وهل كان من رأيك ان النادي الاهلي لازم يهاجم باير ناميونيخ ولا لا? ياريب بقى ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير على قد ما تقدر ولو لسه مشتركتش في القناة اعمل سبسكرايب وشغل الجرس واستنى كل الحلقات اللي هنعملها بعد كده. سلام.